استنتاج هام عن سعي قدورة وعيلته السلام عليكم مرحبا بك على قناتي إذا كنت من المتابعين الجدد اشتهت لتتوصل بكل جديد إن شاء الله يفيدك هذا الموضوع في آخر الفيديو سأذكر مصدر ومرجع المعلومات وعذرنا في الإطالة عن سعي قدورة عدة أمور أولا أسرته التي كانت أسرة علم وتدريس أثرت في أجيال المتعلمين من الجزاريين فتتان ابناه محمد وأحمد أيضا مثله غير معروفين بالكاليف ولا تن بالدرس ولا سيما محمد الذي شهد له معاصره بفصاحة الليسان وغزارة العلم وتذايت الحال بالنسبة لعبد الرحمن المرتضى الذي تانت أسرة الدورة أخواله تم عرفنا فتتان حسن الخطوة مدرسا ناجحا ولا نعرف أنه تترت بعض التاليف ثانيا شهرت هذه الأسرة برواية الحديث الذي تان ثاني علم يعتنى به في الجزار بعد القرآن فتان أعضاء أسرة الدورة معروفين بحفظ الأسانيد ورواية الأخبار والأنسب وقد اشتهر محمد الدورة بذايت على الخصوص ولات عقيدة الناس والدي تضغطت عليه ثالثا تثرت التلاميذ الذين تخرجوا على هذه الأسرة ولاسيما على الوالد والإبن الأكبر وتثرت الزائرين لهم والأخذين عنهم والمستجزين منهم في الجزائر وغيرها فلهذه الاعتبارات أطلنا الحديث عن سعيد الدورة في هذا الفصل المعد للحديث عن التعليم وأساتذته ولشت أن الدورة كان من أكبر القائمين على التدريس فهو يمثل في نظرنا حوالي نصف العهد الأثماني حيث قلنا إن الدين تسيطر على التدريس كما سيطر التصوف على العقيدة الصحيحة ولم يكن الدورة مفتيا فقط ولا مدرسا فحسب بل كان أيضا يخلط العلم بالتصوف كان يدرس لطلابه تتب ابن عطاء الله كما كان يدرس لهم صحيح البخاري ورسالة الطيرواني وسلم الأخضر وصغر السنوسي ولذا يتدفن عند وفاته في زاوية المرابط أحمد بن عبدالله الجزائري عند أردام شيخه المطماطي اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وباريت على محمد وعلى آل محمد كما بأرت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارت على محمد وعلى آل محمد كما بارت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد المجيد